لا أعتقد أن هذه الاتفاقية أو الصفقة ستكون مفيدة للشرق الأوسط بأي حال من الأحوال بل ستكون كارثية أحمد فكر بذلك لو حصلت إيران والنظام الإيراني على هذه الاتفاقية واستمروا بالعمل نحو بناء القنبلة نووية سيكون هناك سباق للتسلح النووي في الشرق الأوسط وهو أكثر المناطق والأقاليم سخونة في العالم وهذا يعود طبعا للنظام الإيراني لأنه حقيقة ينشر إرهابه في كل الإقليم وذروعه في كل مكان فإذا بدأت إيران تتسابق نحو صناعة القنبلة نووية فسوف نرى السعوديين يفعلون المثل وتركيا وهذا سوف يفعل صباق تسلح بالقنبلة نووية وأنا أعتقد أن الاتفاقية النووية سوف تجعل الاحتمال أكبر أن تحصل إيران على القنبلة نووية تذكروا في الاتفاقية الأصلية في العام 2015 كان هناك ما يسمى ببندي غروب الشمس وأنه بعد عشر سنوات سوف تنتهي الاتفاقية فهنا نرى أبي أن الإيرانيين كانوا صبورين جدا وطبعا تحدثنا عن ذلك لتقريبا عشرين سنة وهم أروا صبرا كبيرا هناك نقطة إضافية أيضا أحمد وهي مهمة جدا عندما ظهرت الاتفاقين نووية في العام 2015 فإن برنامج القنابل أو القذائف الباليستية في إيران لم يذكر حقيقة في الاتفاقية ولم يذكر دعمها للإرهاب في كل الإقليم وحول العالم من وجهة نظري لا يمكن أن يكون هناك اتفاقية فعالة وذات مصلاقية إذا لم يذكر دعم إيران للإرهاب وصواريخها الباليستية